موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديقتي أصدقائين تمنى تكونوا بخير وعلى خيروا بصحة جيدة ان شاء الله هذا الفيديو وصفة اليوم تلبوها مني بزاف ديال البنات تشاهدوني كان نشاركها معاهم لايف وفي اليوتيوب وفي تيك توك فقالوا لي ليش ما تشاركيش معانا طريقة الكاملة ديال نشاركها معاكم الان عندي كما كتشوفو هنا يلوز راني غادي نديره في الماء وغادي نسلقه باش من بعد نقشروه ونقليوه كذلك عندي جاجة مهم هنا كانت عندي كونجلي كما كتشوفو بطبيعة الحال وغادي نحتاج 1-4 ساعة البصلات غادي نشلطهم كما كنشلطوا البصلات عادية غادي جميع البصلات نشلطهم بنفس الطريقة باش نديروا نفس تقريبا 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 القوام ديال كوكوتا ديال في العطية اول حاجة غادي نبدأ بها الملح كذلك غادي ندير سكين جبير كما كتشوفو سكين جبير غادي نديروا كذلك تحميره قريبا تقريبا وغادي نحتاج زعفران تهواء القرفاء وغادي نحتاج زعفران القرفاء وغادي نحتاج زعفران معالق الزيت غادي نمشي نوضحها فوق النار وغادي نديرها شوية ديال المان خليها تقريبا من بعد نقدرها هنا عندي كيلو ديال الشوربة كما كتشوفو بالنسبة للشوربة باش تجيبنينة وزينة ننصحكم ما نديروش فيها نهائيا نهائيا فقط كتفيه بالملح كما تشوفو معي في الفيديو وكا نديروها زيت باش نبسوها بزويتة ونديروها تفور الفورا اللولة كي يدير الخطأ كبير كي يديرو الماء في اللوعد كي يديروها تفور الفورا اللولة ولكننا ها غادي تجيبن مجنة ومجزينة ملأ احسن فقط الملح والتبسس بالزيت وندخلوها تفور الفورا اللولة هكا باش تجيبنينة وتجيبنينة 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 ومجزينة 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 فقط نمشي ونرميوها كما كتشوفو معي في الفيديو هكا باش تجيبنينة وغادي نوضحها في الكسكاس وغادي نمشي نديرها تفور الفورا اللولة ونرجع معاكم باش تشوفوا الطريقة كاملة انا في هذا الفيديو تعمد نشارك معكم الطريقة كاملة وواضحة باش تفادوا الاخطاء اللي كنديروهم مره 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 ما غاديش انا نجي نعلمكم حيث عارفك عن الناس نشارك معكم الطريقة ديالي وكين كل واحدة وطريقته اه يعني ما فيها بس انا شي مرة كان غلط وكي يسحوا لي وكل شي فنبغي نشارك معاكم ونوضح لكم بعض الامور باش تفادواها كما كتشوفو نعمرت الكسكاس هنا القدرة درتها صغيرة تتمشي تبدلت القدرة غادي نديروها تفور الفورا اللولة ونرجع معاكم باش تشوفوا الطريقة التانية اللي كنديرها فاش تفور فاش تقلت لي الدجاجة ضفت الربيع المعدنوس كما كتشوفو في الفيديو راني كان نشرح لكم طريقة واضحة جدا ضفت لها الماء المهم كما كتشوفو الدجاجة ما غاديش تبغي الماء بزاف ما راحنش دارين طعام ولا شي حاجة وغادي نبلاع لها بالنسبة فاش تفورت لي كما كتشوفو هنا الشربة سافي خويت لها الماء اللي كان في القدرة وصفيتها مزيان ووضعتها ووضعتها في القسعة وخليتها مزيان ورجعتها في الكسكس كذلك عوتكين فاش فارت إذا كنت تشوفو ندير نفس الطريقة فاش فارت الفورة التانية خويت لها الماء وعوتكين اللي كان في القدرة ونشفتها سافي ونحاولو نحلوها مزيان باش باش تنشفلنا وتحل وما تبقاش معلكة ومجتمع كما نقول ومعرفتش كيفش غادي نشرح لكم مهم راكم فاهميني كيفش كتدير الشربة فاش كتتفور سافي ونرجعوها عوتكين تفور للمرة التالتة سافي هنا من بعد ما فارت لنا الفورة التالتة هادي هي المرحلة الاخيرة لها باش غادي نبدو نسكيوها ونصوبوها سافي نحاول نحلها وغادي ندير المعلقة ديال الزبدة وندخلها في ذيك الشربة مزيان باش تحلنا مزيان سافي غادي نمشي على هالطريقة تتحلي الشربة وهنا يا جبت المو المهم بغيتو تساوبوها تحطوها في الطبسي على الطريقة التقليدية بغيتو تنوعو فيها شوية ما فيها بس مهم انا يا انا يا درت هاد المول الدائري درت الطبقة اللولة انتع الشربة وغادي نجيب ذيك ذيك التقويمة ديال البصلة ما غاديش نرويها بزا فغي غادي نهزغي ذيك البصفية غادي ذيك البصيلة وكل شي كيما كتشوفو عها غادي شوية ديال الروة غادي نحطها فوق الطبقة اللولة ديال الشربة من بعد كيما كتشوفو انا يا دجاجة فرتتها حيط لها قاعدك لعدم وفرتتها مليح كيما كنديروا الطريقة ديال البصيلة غادي نوضحها كطبقة وسطة ومن بعد غادي نضيف لها كذلك الطبقة الاخيرة ديال الشربة بالنسبة للتزيين فغادي اي واحد يزين الشربة عفوا يزين الطبقة دياله كيما بغا هذا طبقة ره فن وكل واحد لحرية تزيين انا يا كنت في الساة في الساة فقط جبت اللوز من بعد ما قليته طحنته مزيان كما كتشوفو فرشت فوق الطبقة ديال الشربة كاملة وزينت بسكر غلاسي وهاد الوريدات وهاد الشي اللي كاين وانتمنى يكون الطبق والفيديو ديال اليوم عجبكم صديقاتي هذا هو طبق اليوم طبق المدفونة كما كدشوفو بطريقة شوية كما نقولو مختلفة ماشي مهم ما عرفتوش في الفيديو راه واضح ما عرفتوش وشنو الصورة واضحة لكم مهم انتمنى اتنا الاعجاب ديالكم وتخليولي التعليق ديالكم ديالكم زوينا في الكومنتر تراني كامقرة جميع تعليق كنقولكم شكرا للدعم ديالكم انتلاقوا ان شاء الله في فيديو اخر مع شهر و جديدة و المزيد من الفيديويات و شكرا اللايكات ديالكم و التعليقات هم اللي كي يخليوني كي يدعموني و كيخليوني نزيد محت لكم الفيديويات غادي نقولكم تلا وفراتكم نتلقوا في فيديو اخر ان شاء الله بإذن الله بزويات